طبعا الحادث اللي تعرض ليه الراحل الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته والمرافقين ليهم على متن المروحية أثناء ذهابهم في الزيارة اللي راحت له جمهورية أزربيجان ثم محافظة أزربيجان الشرقية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطبعا حضراتكم عارفين أنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني نعى الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وطبعا المرافقين وفخامة الرئيس في نعى يؤكد على أنه مصر يعني بتقف بجانب الحكومة الدولة والشعب الإيراني في وفاة مصابهم الجلل أو مصابيهم يعني رحمة الله على الجميع طيب العثور على رفاة الرئيس الإيراني رحمة الله عليه سيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته سيد حسين أمير عبد اللهيان وأيضا المرافقين الحادث مأساوي مما لا شك فيه محدش يقدر ينكر ده على الإطلاق وحضراتكم قدامكم يمكن الفريق أو فرق الإسعاف والإنقاذ التي ذهبت إلى المكان اللي فيه حطام الطائرة واللي فيها رفاة المتوفين رحمة الله عليهم جميعا كل العالم من مبارح كان يتحدث عن هذه الحادثة المأساوية البشعة الحادثة زي ما حضراتكم عارفين بدأت الأول بأنه فجأة انقطع الاتصال الموكب المروحيات كانوا ثلاث مروحيات تحديدا أنا أريد لك بس كل المعلومات باختصار شديد ثلاث مروحيات في هذه الزيارة ثم تعود هذه المروحيات مرة تانية إلى أدربيجان أو محافظة أدربيجان الشرقية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية اتصال ما بين الثلاث مروحيات فجأة ينقطع الاتصال مع المروحية الثالثة والتي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والمرافقين ثم انقطع الاتصال بشكل تام ولا أحد يعلم أين هذه الطائرة أو أين هذه المروحية بالتأكيد أنه كل المؤسسات أو كل الأجهزة المعنية في إيران كانت بتدور طلبه من الاتحاد الأوروبي أنه يستخدم تكنولوجيته وتقنياته المتعلقة بالساتيلايتس أو الأقمار الصناعية للبحث إلى آخره الكل كان يبحث ولا توجد وكالة إخبارية أو قناة واحدة لم تذكر هذا الأمر الكل كان يتحدث في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر